محل الإقامة في بريطانيا يحدد إن كان المريض سيعيش أو يموت وهذا يخضع لمدى استجابة سيارات الإسعاف ووجود أسرة في المشافي فضلا عن تواثر الفريق الطبي فإذا كنت مثلا تعيش في حي كنزينغتون الراقي في لندن فلديك فرصة النجاة وهذا يعود إلى انخفاض الضغوط الديمغرافية على القطاع الصحي في هذه الدائرة السكنية وقد يكون المريض محظوظا بحسب بعض الناشطين إذا كان يقيم في دوائر محسوبة على حزب المحافظين الحاكم أن حزب المحافظين يهتم فقط بشؤون دوائره الانتخابية ففي المنطقة التي أعيش فيها في شيفلد هناك دائرة انتخابية قريبة منها محسوبة على المحافظين حصل عضو في الوجلس العمومي على 25 مليون جنيه من الحكومة لتمية هذه المنطقة في المقابل لم تحصل أي من الدوائر السكنية الأخرى على أي مبلغ مالي من الحكومة تردي هيئة خدمات الصحة العامة المجانية تضاعف بعد البريكزيت ما أدى إلى نقص في قطاع التمريد بنحو يقدر ب110 ألاف وظيفة شاغرة ارتفاع التضخم وعدم استجابة الحكومة لزيادة أجور الكادر الطبي دفع الألاف منهم إلى الهجرة نحو أستراليا ونيوزيلندا وإرلندا هناك مخطط من المحافظين يرمي إلى وصول القطاع الصحي إلى حافة الانهيار بهدف خسخصته وهذه الاستراتيجية اعتمدت في قطاع المياه وهناك مسعى أيضا منهم فيما يخص مصلحة مياه المجاري الأزمة الصحية تزداد قتامة مع تزايد الشيخوقة وانتظار نحو سبعة ملايين مريد على لوائح الانتظار للمعالجة ما دفع بعض الخبراء إلى توقع انهيار القطاع الصحي لبريطاني قريبا المشافي البريطانية العامة في أمس الحاجة إلى من يضمد جرحها النازف ويواجه خطر انهيارها وذلك يتمثل في رأي الخبراء في توافر الإرادة السياسية لإصلاح القطاع الصحي والكف عن خصقصة القطاع بهدف التخلص من أعبائه المالية مستسر لندن الميادين